أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر لديها فرصة استثنائية خلال فصل الشتاء القادم لجذب أكبر عدد ممكن من السائحين وذلك في ظل الأزمة العالمية الحالية وخلال اجتماعه لمتابعة خطوات تنفيذ حملة ترويجية عالمية لمختلف البرامج والمقاصد السياحية في مصر بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين أوضح مدبولي في هذا الصدد سرعة الترويج لمقاصد مصر السياحية وكذلك استهداف المزيد من الأسواق الجديدة كما نوها رئيس مجلس الوزراء كذلك الأهمية السياحة العلاجية ودورها في زيادة معدل حركة السياحة الوافدة وأكد مدبولي استعداد الحكومة لاتخاذ أي قرار من شأنه زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر على الفور كما طلب رئيس الوزراء بأن يتم الاتفاق بين الوزراء والمسؤولين المعنيين على خطة عمل تنفيذية من أجل تحقيق المستهدفات في هذا القطاع الحيوي وسنبدأ تنفيذها على الفور تحقيق المزيد من الأسواق